ارتفعت حصلة ضحايا إعصار ياجي الذي ضرب مؤخرا مناطق مختلفة في شمال فيتنام إلى مئة وسبعة تسعين قتيلا ومئة وخمسة وعشرين مفقودا وافدت السلطات الفيتنامية أن الإعصار والانهيارات الأرضية والفيضانات النجمة عنه تسببت في إصابة أكثر من ثمانمائة شخص وإجلاء الهلاف الآخرين من منازلهم للحفاظ على أرواحهم وتسبب الإعصار في انقطاع إمدادات الطاقة والاتصالات في عدة مناطق بالبلاد خصوصا في كونغ نينة وهيفونغ وفق ما أعلنته الحكومة الفيتنامية في وقت سابق